برحب حضرتكم مشاهدين الكرام وبرحب فضيلة العالم الدكتور عليكم أهلا بكم صاحب أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا مولانا نتحدث عن فضيلة القرأ الشيخ طه الفشن رحمة الله عليه تميز في قراءة القرآن تميز في الابتهالات وفي الإنجاد وفي التواشيح ابتداء ماذا تقول عنه في الدكتور عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ طه الفشني رحمه الله وآله كان نقطة فارقة يعني الدنيا ماشية وفيها ما فيها من العلو وفيها ما فيها من الفخامة وفيها ما فيها من ملوك الاتلاوة وراح طالع من نور الدنيا في حتة تانية يعني الشيخ طه الفشني ولد 1900 على رأس القرن مات 1971 عنده 71 سنة ولد في بنسويف في مركز هناك اسمه الفشن فسمي باسمه طه الفشني الشيخ طه الفشني كان يمتلك صوتا نادرا صوتا ممكن نسميه الصوت المتحكم المسيطر لأنه كان قادرا على أن يتحكم في المقامات الموسيقية يتحكم في القرار والجواب بقدر واحد وهو ماشي يقرأ هو بيقرأ من غير أن يخطئ من غير أن يفلت منه حاجة فيضطر يعيدها ده ده حاجة نادرة أوي صوته كان من نوع الحاد صوت حاد يبقى جاد وحاد لكن أبوه وداه التعليم العام ودخله الابتدائي وكذا وما زال وهو في هذا برضو الأستاذ يخليه يقرأ قرآن الصباح في المدرسة لأن الصوت بتاعه حلو ومميز وزي ما بيقولوا إيه حاجة تانية يعني بعد كده الشيخ طه الفشني قعد يتدرج في هذا إلى أن أخذ الكفاءة والمعلمين وكذا إلى آخره وحفظ القرآن وأتقنه ونزل مصر يكمل في معهد القراءات ويكمل دراسته للمقامات الموسيقية وهكذا مين بقى اللي علموا المقامات الموسيقية علي محمود فالشيخ علي محمود علي محمود اللي هو بقى أستاذ الكل ده اللي هو أستاذ درويش الحرير وأستاذ رفعت وأستاذ كذا قلنا ساعتها أنه هو مولود ألف وتبنمائة وتمانين صاحبنا ألف وتسعمية يبقى ده أكبر منه بعشرين سنة يعمل أستاذ عشرين سنة تعمل إيه؟ الأستاذية فنزل للقاهرة وتعلم على يد الشيخ علي محمود كان يحب سيدنا الحسين أوي اللي هو الشيخ طه الفشن فدور على حاجة بجوار سيدنا الحسين علشان قلبه متعلق بسيدنا الحسين كان هي المركز منطقة الحسين هي المركز الحسين والأظهر طبعا لأنه فيها الأظهر وفيها سيدنا الحسين وفيها مجموعة من لما تعمل دايرة كده على الخريطة فيها مجموعة ضخمة جدا من المساجد الأثرية ذات التاريخ الواسع فيها مجموعة من الأولياء عجيبة غريبة يعني أكتر من 40-50 ولي من كبار الأولياء فهو على طول في سيدنا الحسين يروح سيدنا الحسين الناس تسمعوا وهكذا وفي يوم من الأيام اتفتحت الإزاعة ورئيس الإزاعة حينئذ سعيد باشا لطفي أخو أحمد لطفي أحمد باشا لطفي أحمد لطفي السيد هو مش معتمد لسه ما راحش إلى إزاعة ولا اعتمد ولا كذا إلى آخر احنا في التلاتينات كده 36 بس هو شغال قبل كده ما هو احنا دلوقتي هو من 900 مولود جه مصر 22 يبقى لسه هو شغال قبل كده ولذلك كان فيه شركة يونانية سنة 34 راحت مسجلاله الناس بتقول يونان كانوا يجوا يشتغلوا عندنا هنا وبعدين يروحوا بلاده خاصة لما يجبروا يقولك عايزة موت في بلدي فبيحبوا السماع وبيحبوا الشيخ طاها ده بالذات بس كان بيغني وقتها لما سجلوله لا ده سجلوله قرآن القرآن سجلوله صغار القصار الصور وسجلوله يمكن مديحة أو حاجة زي كده لكن لكن الاستوانة اليونانية لا كانت قرآن كانت قرآن مش غناء مش غناء لا وكان بطلب اليونانيين نفسهم فسجلوله الكلام ده بدري قبل الإزاعة أو طبعا قبل الإزاعة فالمهم لما جيه سعيد باشا بيستقبلوه ده سعيد باشا بقى ده يسموه الريس طبعا رجل بالك قاعد في كبار الزوار وبتعب مش عارفه الرجل المقرئ المعتمد طبعا فواحد قال له وعندنا واحد تحفى بس مش معتمد فرحوا له قالوا له تقرأ قال لهم بس أنا مش معتمد شوف الزكاة وده زكاة وأدب في نفس الوقت فرحوا لسعيد باشا قالوا له عندك قال طب يقرأ خمس دقائق كده شوف فقالوا له تقرأ وما اتطوضش يا مولان خمس دقائق قال لهم حاضر خلص الخمس دقائق وهيختم الراجل اللي قال له خمس دقائق دور جيري عليه وقال له لا طول شوية الباشاة عايز يسمعك طول خلاه عشرين دقيقة وهيخلص راح له تاني قال له الباشاة عايز يسمعك طول كمان خد له نص ساعة ماشاء الله وكان بدء خمس دقائق راح له سعيد باشا وقال له ايه ده ده انت حاجة الازع محتاجاك تيجي لي بكرة علشان العرض على لجنة الاعتماد قال له حاضر راح بكرة فأذهل لجنة الاستماع وكان ساعتها فيها نحو عشرين وضو عشرين احب يختبروا في المزيكة في المقامات في التجويد في الحفظ في الأداء في كذا الى آخره اعتمدوهم مع دين ما لولوش بقى فوت علينا كمان ست شهور ولا سبع شهور ولا في حتة كده عايزة سقل وكده الى آخره آبدا اعتمدوه فاعتمد في في الإزاعة وما سبهاش بقى الغاية منطقة دي تمالي كان هو موجود فيها على طول وهو برضو كان متمكنا تمكنا كبيرا في الأمرين اللي هو القراءة والتواشيع مرة هما الاتنين زكريا أحمد وهو بقوا تابع علي محمود في الفرقة بتاعته لما عملها خد الشيخ طاها وخد الشيخ زكريا زكريا انفصل وعمل حجل واحده وطاها كان لسه منفصلش وكان يجل شيقه إجلال عظيم جدا وفي ذلك أمور حسنا حضرتك بعد الفاصل نرجع نشوف فكرة أنه لقت بكروان التلاوة فده شق مهم جدا ولكن كمان جامع مابيدي الإنشاد وكان فيه السابق كنا بنسمع أنه إما أن يكون قارئ وإما أن يكون منشد وكان من الصعب يعني الجامع مابيلي اتنين أو يعتراف يعني الإزاعة ده مكانسوم سميته ملك التوشيح ملك التوشيح مكانسوم كمان والقصة أقول هالك جميل جدا مشتقين أننا نسمعها بعض الفاصل إن شاء الله إن شاء الله أستأذن خضركم وأستأذنكم خليكم معنا